فلازم اتعامل مع ابني على انه عبدي لله ولازم اكرس فيه ان فيه معاملة بينه وبين ربنا وان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ودايما بينظر اليه ربنا لا يهمله وان نظر ربنا دوت هو لازم يتمسك بيه وان ربنا مش متربس بيه ده ربنا بينظر ايه نظر الود والمدد فيتعلم الحياة من الله ويتعلم ان هو ترى عمره مش واحده وعشان كده لما نشوف في كلام الصالحين نشوف حاجاتها اللطيفة قوي سيدنا الحارس المحاسبي علم سيدنا السليل سقط ثلاث جمال بس وبعد كده سابوا يانطرق في الحياة فاصبح من كبار الله يراني الله يسمعني الله معي فبعد كده ايه اللي حاصل بقى من كبار الاولياء عشان سابوا يعيش مع ربنا ما تدخلش في ما بين ابنك وبين المولاه احنا بنظن ان اولادنا لا يدركوا القيم العليا والله ما حقيقي لا انا بأؤمن بمسألة الطفل المعلم لان الطفل ده حديث عهد بربي فالاصل ان اولادنا مش بس خطائين الاصل ان اولادنا كمان فيهم نور بس احنا محتاجين نحافظ على النور ده الاصل التالت اولادنا ليهم كرامة وعرض زينا زيهم بالزبط فاهدار الخصوصية بيكون فيه ببعض الاحيين اهدار لكرامتهم وعدم احترام خصوصيتهم ده جورة على حقهم فواجب ان احنا نحافظ عليه وعشان كده محافظتنا على خصوصية اولادنا لان الحفاظ عليها من اهم الامور اللي بتساعدهم على الاتزان والشعور بالمسئولية انه مسئول انا عندي خصوصية اه فانا مسئول عن نفسي حتى لو كنت واحد ايه الاجراءات بقى اللي ممكن نعملها وتنشط عندنا احساسنا بخصوصية اولادنا خلي عندنا اداب بسيطة تحافظ على احساس اولادنا بالخصوصية زي انك لما تدخل عليهم ودوتهم تخبط قبل ما تدخل خبط يا سيدي استئذان زي ما ربنا علمهم ان هم يستئذنوا علينا ما كانش المقصود ان هم من علمهم ان هم يستئذنوا علينا احنا ما نستئذنش عليهم لا احنا كمان نستئذن على اولادنا انا عارف في واحدة يقول لي انا استئذن على ابني طب اعرف ازاي اذا كان هو بيعمل حاجة وحشة اه يعني انت عايز تدخل على ابنك فجأة فيخب الحاجة الوحشة اللي بيعملها فيبقى بيعمل حاجة وحشة وكمان بيداري عليك ومعندوش ثقافة ان هو يتحور معك برافو عليك انت كده عملت حاجة كويسة ويا سيدي لو خبطت عليه وسطر الحاجة اللي عنده طب هو بيتستر بستر الله ولا انت عايزه يبقى انساني يشعر بان هو مفضوح خبط عليه مش تخسر حاجة والله هيحس كده ان هو كريم هيحس كده ان هو عزيز فلما تيجي المعصية ترخصه يقول انا مش عاصي ربنا لاني انا حاسس بالكرامة من بين اهلي فانا مش هرخص نفسي بالمعصية تاني حاجة اتكلموا مع اولادكم واسمعوهم اسمعوهم كتير اسمعوهم اكتر ما تتكلموا اسمعوهم لحد ما يحسوا بالاحتواء والامان وانكم بتحاولوا انكم تفهموهم مش تحكموا عليهم اسمعوهم لحد لما هم يحسوا انهم مليانين بالحنان شبعوا حنان حاسين بان هم متدفيين عشان البرد جوه القلوب بيخلي الاولاد وخاصة البنات الصغيرين يدوروا على الدفء بره وتمن الدفء بره البيت غالي اوي تمن الدفء بره البيوت في حياة اسمعها لاحتواء البديل فالبنت الصغيرة لما جات ومسكت بييد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل حضرت نبي سابق ايدي ايديها فمشت بيه في طرقات المدينة ففضل سيبلها ايديه لغاية ما تركت ايده الشريفة فقال لها اراضيتي شوف الكمال لا سألها انت واندياني فين ولا جايباني منين بنت طفلة صغيرة تالت حاجة خرجوا اجمل ما في اولادكم عشان اجمل ما في اولادكم يمشي قانون الازاحة اللي هو قانون رباني ملكمش يدي فيه ان الحسنات يذهبنا السيئات رابع حاجة انتوا لازم ببساطة خالص تشعروا اولادكم ان انتوا بتنتفعوا منهم زي ما هما بينتفعوا منكم ان انتوا بتتعلموا منهم وده حقيقي عشان بس ما نجدبش على نفسنا اولادنا كتير بيفهمونا اشياء كتيرة في التكنولوجيا واهم حاجة بيفهموهن بيفهمونا هما ايه مشاعرهم هما ايه حكايتهم هي ايه احتياجاتهم وهم المصدر الوحيد اللي هنقدر نفهم منه هما محتاجين دينا في ايه وساعة ما نعرف هما محتاجين دينا في ايه هنقدر نكون معاهم خلي بالكم ان كل ما تقول لابنك ان هو نعمة من اجل النعم اللي ربنا انعم عليها عليك بيها قدي ايه ابنك عيكون صدره مفتوح وحابب ان هو يتكلم معاك قدي ايه لما تقول لابنك ان هو محل ثقة وتتعامل معاه بانه محل ثقة قدي ايه ابنك عيكون كل ده بيتقيله بيخليه متزن قدي ايه مش هيتشوش ولا يحب ان هو يهرب منك ولا يحور عليك ولا يلف ولا يدور لما تحسسه ان كلمته عندك مصدق وان هو انسان محترم فييجي يقول لك انا تعودت معاك على الصدق فان عايز اقول لك حاجة واخد رأيك فيها يا فرحة قلبك لما تحس ان ابنك مش بس هو حس ان هو محل ثقة لأ كمان ده نعكس وبقيت انت محل ثقة يقدر يرجعلك وتحس ان انت قادر تستمر في دور الاب او قادر تستمر في دور الام لما تحس ان اولادكم ربنا اكرمهم وشافوكم ان انتوا ممكن ترعوهم وتكونوا محل ثقة وتكونوا محل مسندة ودعم ليهم يا رب نهمنا رشدنا وجعلنا ممن يدركون ان العباد لله ونخرج من امتلاكنا لأولادنا لان الملك هو الله وحده لا شريك له